مرحب بحضراتكم الجديد في هذه المواجهة الناقش العديد من الملفات المحلية والدولية تأثير هذه الملفات على الأمن القومي العربي الجيوش الأقوى في المنطقة أيضا موقع جلوبل فاير باور خرج بأبرز هذه الجيوش وأقواها أيضا في المنطقة والعالم كيف وصلت مصر إلى هذه المكانة العالمية المتقدمة والتي تقدمت عن آخر تقرير نتكلم عن زيارة رئيس السيسي أيضا للإمارات ولقاء رئيس بيئة الرئيس الجزائري هنا في القاهرة لبحث قضايا الأمن الإقليمي والمنطقة اسمحوا لي أرحب في البداية بضيفي الكريم العميد خلد عكاشا مدير المركز المصري للفكر ودراسات الاستراتيجية ست العميد ورحب الله حضرتك أهلا وشهلا خلينا نبدأ مع حضرتك بزيارة الرئيس السيسي إلى الإمارات مرحلة هامة وتوقيت أعتقد هام جدا برأيك ما الذي كان وراء هذه الزيارة في هذا التوقيت؟ هتفق مع حضرتك بداية في توقيت الزيارة بالغ الأهمية الحية الاجتماع مع السادة أصحاب السموة في أبو ظبي على هذا القدر من التمثيل العالي سمو الشيخ محمد بن زايد محمد بن راشد ملك البحرين أيضا وانضمامه إلى هذه القمة وعقد لقاء رباعي موسع ما بين الزعماء الأربعة أعتقد الأمر له علاقة وثيقة بالأمن الإقليمي وبالأمن العربي على وجه الخصوص ما في الشك أننا جميعا تبعنا الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها دولة الإمارات في الأسبوع الماضي قبل أيام من وصول الرئيس المصري إلى أبو ظبي هذه الهجمات أعتقد تحتاج إلى نقلة نوعية في العمل العربي المشترك خاصة أننا قدام تهديدات غير مسبوقة استهدافات مدنية استهدافات المصالح حيوية ونقاط استراتيجية داخل دولة الإمارات القاهرة معنية جدا بأمن الخليج وبأمن هذه المنطقة وهكذا تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي أكثر من مرة فيما سبق وأكد على ذلك في الزيارة الأخيرة أعتقد مسألة الأمن الإقليمي تحتاج إلى لقاء رفيع المستوى على مستوى القادة لو أن هناك ترتيبات قادمة لها علاقة أيضا بكثير من التفاعلات في المنطقة تحتاج إلى هذا المستوى العالي من اللقاءات القيادية أن يبقى فيه استعداد يبقى فيه تحليلات تقديرات موقف للحظة الراهنة عايز أقول أن أيضا ملف الإرهاب وتصاعد العمل الإرهابي مرة أخرى في بعض من المناطق العربية أعتقد أنه كان محل اهتمام القادة الأربعة أيضا في هذا اللقاء المهم لأننا هنا بنتحدث عن حصار لأي شكل من أشكال استعادة القوى للتنظيمات الإرهابية أو محاولتها للتمدد مرة أخرى التعامل مع هذه النوعية من التهديد غير التقليدي عبر استخدام المسيرات أو الصواريخ الباليستية أو العبرة للحدود أو غيره ده يتطلب استعدادات خاصة يتطلب تجهيزات خاصة الأمر ليه بعد سياسي في النقطة دي فاندم هل ده تطور في شكل قواعد الاشتباك مع المناطق المختلفة طبعا ما حدث أخيرا في الأمارات العربية المتحدة هل ده شكل من أشكال التطور في استخدام عمليات الإرهاب يعني لو وإحنا مش هارفين نتعامل جيش لجيش فهنتعامل عصابة لجيش هل هذا حدث يعني أه طبعا طبعا وده كان ربما سبب في خروج هذه الإدانة الواضحة والصريحة من القادة الأربع والرئيس المصري على وجه التحديد حذر من أي شكل من أشكال التهديد بمثل هكذا عمليات إرهابية تقوم بها ميليشيات باستخدام طائرات مسيرة أو صواريخ أو غيره من المقذفات دي كانت إشارة ربما موجزة من الرئيس المصري لكن كان وراءها ما وراءها أو تحوي في داخلها الكثير والكثير من الترتيبات حول مجابهة هذه النوعية من التهديد حدثك ذكرت أنه ربما أهم ما يعني يتعلق بهذا الاجتماع وزيارة الهامة لرئيس هي أو ممكن نحط عنوان الأمن القومي العربي صحيح هل مصر أو إيه هو دور مصر في هذا التوقيت لأنه مصر إن لم أكن خطيئة يعني أعتقد لديها أكبر خبرة في المنطقة فيما يتعلق بالعمليات الإرهابية بأشكالها المختلفة إحنا خدنا جميع المعارك ضد الإرهابيين في المرحلة الماضية وحققنا نجاح غير مسبوق في هذا الأمر ممكن يبقى في هذه المرحلة بالنسبة للأمن القومي العربي إيه دور المصر؟ أول دور الحقيقة ربما هيعبر عن نفسه على المستوى السياسي هناك تحركات مصرية تكون على مستوى الصعيد الدبلوماسي الدولي تتحرك مصر مع القوى الدولية الكبرى مع الأمم المتحدة مصر لها علاقات جيدة جدا داخل أرواق الأمم المتحدة مع الأمين العام، مع الأمانة العامة، مع أعضاء كتير من الجماعة العامة لها علاقات قوية داخل مجلس الأمن، وليها العديد من الحلفاء داخل مجلس الأمن هذا الأمر أعتقد أنه هيشهد خلال الفترة القادمة جهد مصري منظم ومنصط كما اعتدنا من الدبلوماسية المصرية لكن هذه المرة ربما سيكون عنوان هذا الجهد هو ما زكرته حضرتك عنوان يتعلق بالأمن القومي العربي بالمهددات الجديدة التي يشهدها هذا العنوان ده أول محور هيكون الحركة الكثير من التجارب فاندن معرفش إلى أي مدى مزال الأسلوب السياسي أو الدبلوماسي يعني له أثر على هذه التجمعات الإرهابية والجامعات الإرهابية خصوصا أنه العالم أثبت أيضا أنه لسه مفيش اتفاق على معنى موحد الإرهاب وأنه كل واحد في منأة يعني أنا معاك وعندنا كثير من المؤخزات حول أداء المجتمع الدولي إذا جاز التعبير أو إذا أطلق على هذه الساحة اسم المجتمع الدولي لكن لا يمكن إغفال هذا الجهد ولا يمكن تجاوزه لو فيه شغل عسكري وأمني بينفذ على الأرض لابد أنه هو يصحبه الغطاء السياسي ووضع هذه الأمور بتفاصيلها أمام الأطراف الدولية وده شفناه في مصر وهي بتعمله في قضية سد النهضة على سبيل المثال مصر بتعمله وهي منخرطة فيه التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب اللي كان في أكتوبر 2014 كان بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية و70 دولة مصر قالت بوضوح مصر على فكرة في المرحلة الحالية اللي هي من بعد 2014 الحقيقة بتتعامل مع المجتمع الدولي بقدر عالي جدا من الشفافية ومن الصراحة وبتسمي الأشياء بمسمياتها يعني حتى لو فيه قصور في التحرك الدولي بتسميه مصر أن هنا قصور وهنا كذا وهنا أنا هرجع فعلا لأن ضرب المثال بالتحالف الدولي اللي أسس في أكتوبر 2014 ومصر كانت عضوة فيه أول إشارة مصرية مبكرة واللي ثبت صحتها بعد أن تشكل هذا التحالف واشتغل على الأرض أن مصر قالت لهم التحالف ده كان طالع علشان يجابه داعش فقط وبين قصين ونقطة وكان بيقول علشاء كان ده بعد أما داعش استولت على ثلاث محافظات سورية وتلاث محافظات عراقية مصر قالت ساعتها في هذا التوقيت المبكر جدا أكتوبر 2014 في مدينة جدة أمام كل الأطراف الأمريكية والأوروبية والروسية وكتير من الأطراف العربية اللي كانوا موجودين في هذا الاجتماع إن لا يمكن الحديث حول مجابهة تنظيم واحد وأن كافة التنظيمات الإرهابية بما فيهم تنظيم الإخوان هم جميعا تنظيمات إرهابية طالما هم خارجين على الشرعية الدولية من ناحية استخدام السلاح تهديد المواطنين ضرب الجيوش والأجهزة الأمنية في الدول اللي بيستقروا فيها أو بيمرسوا فيها أنشطة والحقيقة قلنا داوت بوضوح كان أول حديث مصري بهذه الألفاظ الواضحة وأن التحالف دا إحنا موجودين فيه لكن نرى أنه سيكون قاصرا ولن يحقق نتائجه طالما أنه لا يشمل الظاهرة بكاملها بكل مجتملاتها وصدقت الرؤية المصرية واشتغلت مصر لوحدها على مستوها الجغرافي يعني داخل نطاقها الجغرافي احتفظت بقدراتها واستخدمت قدراتها الذاتية من القوات المسلحة المصرية من الجهاز الأمني التابع الوزارة الداخلية من أجهزة المخابرات العامة والحربية اشتغلت بأدواتها وبإمكانياتها الذاتية وحققت نصر على الإرهاب في حين أن التحالف الدولي حقق بعض من الانصارات وتعثر فيه البعض الآخر وثبت صحة رؤية الدولة المصرية ولذلك أسند إلى مصر رئاسة لجنة مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة بعد عامين من هذا التاريخ في العام 2016 فاحنا بنشتغل على أضايا كبرى فيها أطراف كتير متعددة ومتنوعة تحتاج مننا أن نعمل شغل سياسي مع القوى الكبرى حتى وإن لم نكن ننتظر الأداء النتائج الكامل بناخد بعض من النتائج هي خطوة لابد منها خطوة لابد منها وربما ظهرت بعض ردود الفعل الإيجابية إلى حد ما الولايات المتحدة الأمريكية ربما تعيد التفكير في إعادة تنظيم أو ميليشيات الحوسي إلى قائمة الإرهاب بيبقى فيه تضييق على مستوى المالي والتمويل وغيره بيكون فيه رقابة على تدفقات الأسلحة الأطراف الدولية بتمد العاملين على الأرض ببعض من هذه المعلومات اللي هي من الممكن أنها تساهم في صنع الاستقرار اللي بتشتغل عليه مصر وشركائها من الدول العربية زيارة هامة أيضا لرئيس الجزائري عبد المجيد تابون إلى القاهرة والحقيقة فيه مربعات عديدة هامة جدا بتجمعنا بالجنب الجزائري أو الزيارة للرئيس الجزائري للقاهرة ولكن من أهمها في هذا التوقيت أعتقد إفندم المربع الليبي وما يحدث هناك إلى أي مدى أصبح هناك تطابق في الرؤى حول حلول في الملف الليبي بين مصر والجزائر والأسباب وراء الزيارة في هذا التوقيت أيضا يعني أنا شايف الحقيقة من مخرجات الزيارة هو هذا التطابق اللي حديك بتشيري لي أنا شايف الرؤى بتقترب جدا من بعضها البعض أولا مصر وجزائر اشتغلوا فيه تحت مظلة دول الجوار منص الدول الجوار لليبيا الحقيقة بتضم مصر وتونس والجزائر وبعض من الدول الإفريقية والسودان أيضا الشقيق أكتر من اجتماع وأكتر من جهد الحقيقة بوزل في هذه تحت هذه المظلة لكن ربما كانت بعض من الأحداث السياسية داخل الجزائر وداخل تونس في مراحل انتقال وغيره عطلت مصار هذه المظلة إلى حد ما أو تبطأت تحركاتها أو فعاليتها داخل الملف الليبي مصر كانت متحررة أكثر كانت عندها قدر أكثر من الاستقرار السياسي اشتغلت هي مع الأطراف الدولية وقطعت أشواط مهمة الحقيقة وأنجزت أمور كثيرة منها وأهمها وقف إطلاق النار اللي صغيته مصر ما بين القوى المتحاربة في داخل ليبيا وإعلانها عن مجموعة من الخطوط الحمراء اللي سهمت في تهدئة الأوضاع واستقرار الأمر ودفع مصر للمشهد الليبي إلى مربع السياسة وإلى خارطة طريق سياسية أنتجت الحكومة الانتقالية وكنا جميعا من تابع اتفاقية القاهرة ومن بعدها اجتماعات جينيم لأنتجتها اتفاقية القاهرة ومنها إلى الحكومة النهاردة أنا بشوف الحقيقة أن الرئيس الجزائري عندما يصل إلى القاهرة ويجري هذه المباحثات الهامة مع القيادة السياسية المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي أعتقد سمعنا أحاديث كلا القائدين أحاديث متطبقة إلى حد كبير هناك رؤى بتسير جنبا إلى جنب من أكبر دولتين في الشمال الأفريقي من أجل فعلا ضمانة استقرار الداخل الليبي من أجل دفع العملية السياسية كان هناك تعصر في إجراء الانتخابات الليبية في موعدها النهاردة ربما أهم دولتين في شمال أفريقيا بيلتقوا مع بعض في القاهرة وبيبتدوا يعيدوا تاني مصار التأكيد على أن السياسة والحلول السياسية والانتخابات هي الطريق الأسلم لصناعة مستقبل ليبي آمن ومستقبل ليبي آمن ده يخدم مصالحنا جميعا ويخدم مصالح معادلة الأمن القومي العربي والشمال الأفريقي على وجه التحديد خاصة وإحنا مدركين تماما أن الأزمة في ليبيا لها امتدادات في الجنوب وأنها مفتوحة على دول غير مستقرة لها ارتباط بملف الإرهاب والجماعات المسلحة الموجودة في دول الساحل والسحراء ده بيهم مصر والجزائر بشكل كبير جدا الجزائر مثل ليبيا تماما لديها حدود طويلة جدا مع الجنوب ولذلك هي هذا الارتباط مع الرؤية المصرية والشراكة مع الأمن المصري في محاولة ضبط الأوضاع ما يحصلش مهددات وإحنا بنتكلم على تنامي مرة أخرى لتصاعد الإرهاب في هذه المنطقة الجنوبية دي كانت من المحاول المهمة اللي كانت على مائدة الرئيس المصري والرئيس الجزائري تحدث كلا القائدين عن نقلة كبيرة في مسألة الاستثمار المتبادل والمقل السلعي ما بين الدولتين وحجمه مهم جدا في عمل مشترك في الزاوية دي على وجه التحديد لأن ده هو الآخر يصنع استقرار وهو الآخر يخدم كل من الشعب المصري والشعب الجزائري والقيادات السياسية بتشتغل لصالح تحقيق هذا الهدف فأنا بصفها أنها من أهم الزيارات اللي حصلت في القاهرة الحقيقة وجرت بنجاح كبير خاصة أنه هي بتمس هذه النوعية من القضايا فائقة الأهمية هناك الكثير من التفاصيل لك مهتم أذهب مع حضرتك لما يتعلق بجلوبال فاير باور الموقع العالمي والمتخصص في الشأن العسكري أصدر إحصائية بأكبر جيوش في العالم تحديداً عشر جيوش في المنطقة لعام 2022 الجيش المصري أحتل المرتبة الثانية عشر عالمياً والأولى عربياً الترتيب بيبقى على أي أساسي فانتو؟ الترتيب بيبقى على كل القدرات الشاملة للقوات المسلحة من أول عدد القوات نوعية التسليح كفاءة التدريب والتأهيل والجاهزية بالنسبة لعناصر هذه الجيوش قدرتها وقدرة الجانب الاحتياطي على الانخراط في أعمال عسكرية أو أداء مهام قتالية يوكل إليها في فترات زمنية أو في مسارح عمليات متعددة ومختلفة تطور أداء الأسلحة نوعية بعينها التجاوب مع كل أشكال التطور التكنولوجي اللي موجود في هذه الساحة اللي هي ساحة المعدات العسكرية والمعدات القتالية ومعدات الأمن بشكل عام لأنه هو بيبقى معني الحقيقة هذا الموقع وده التصنيف العالمي الأهم على المستوى الدولي أنه هو يشوف القوات المسلحة للدولة تستطيع بسط الأمن وفرض الأمن على أي درجة من الجاهزة سبقنا كمان دول كانت متقدمة وفي المنطقة 70 تركيا و70 إسرائيل أيضا بعدة مراتب في هذا الأمر طب خليني أخذ الجنب الآخر إحنا في حالة سلام فممكن حد يقول طيب ليه بنطور بهذا الشكل وإحنا دولة في حالة سلام ونعرف نحافظ على هذا الأمر بحد كبير رأي حضرتك السلام لا يصنعه سوى القوة إن لم تكن الدولة قوية لا تستطيع أن تصنع سلام القوة العسكرية كما هي محطة أنظار المجتمع الدولي وتخرج له هذه التصنيفات وتقاص القدرات الشاملة للدول بحجم قوتها العسكرية وقدراتها العسكرية هنا الأمر شديد الارتباط بالقدرة الشاملة للدولة المحيط المضطرب اللي إحنا نعيش فيه هذا المحيط إفريقيا وعربيا لسه كنا نتكلم على مهددات جديدة ومستحدثة بتدخل على منطقتنا مجموعة من مشاريع الإقليمية اللي موجودة لدول أخرى تريد أن تنقض على المنطقة العربية كل هذا بيفرض على الدولة المصرية استراتيجية بناء قدرتها الدفاعية على أعلى مستوى ممكن ليس الأمر استعدادا لدخول حرب على الإطلاق بل بالعكس ربما مصر خطابها السياسي المعلن وتحركتها السياسية على الأرض هي بتفرض السلام هي نقطة اتزان وارتكاز حقيقية لتحقيق سلام مش بس ليها لا للمنطقة كلها كل شراكاتها داخل إفريقيا وداخل محيطها العربي بغرض تحقيق وفرض السلام وتبليد أي مناطق من مناطق بؤر الصراع الكلام ده لا يحققه سوى القوة والقدرة الشملة أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا للفندم على وجودك معنا سيد عميد خلد عكاشة مدير المركز المصري للفكرة ودرسات الاستراتيجية أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على حسن المتابعة إلى اللقاء